في خطوة جديدة نحو توسعة الرقعة الخضراء في المملكة أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن دعم شركة الخليج الصناعة البتروكيمويات جيبك لحملة دمتي خضراء الوطنية من خلال زراعة 232 شجرة في مركز مدينة حمد الاجتماعي ومركز مدينة حمد الصحي وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء مما يسموه في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث وتلطيف المناخ وتوفير بيئة صحية للأجيال القادمة وبهذه المناسبة أشادت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالدور الحيوي الذي تلعبه الشراكات المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة أن زراعة الأشجار في الأماكن العامة يمثل استثمارا طويل الأجل نحو مستقبل مستدام وأخضر في البحرين كما أكد المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البترو كيمويات حرص الشركة على الإسهام في مختلف المبادرات البيئية التي تعزز رقعة الخضرة مشددا على أن جيبك تأتي في صدارة الشركات المسؤولة اجتماعيا وبيئيا حيث عرفت بدعمها المستمر للمشاريع الزراعية الأمر الذي يعكس رؤية مستقبلية وترويجا لأهمية المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة مشيرا إلى أن الشركة فخورة جدا بمساهمتها الفاعلة في كافة مراحل حملة دمتي خضرة بداية نحن جدا سعيدين وجودنا في تدشين هذه المبادرة الطيبة في مركز مدينة حمد الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية كل الشكر للقائمين على المبادرة الوطنية للتشجير للقطاع الزراعي وعلى رأسهم طبعا الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة جهودها إن شاء الله كل التوفيق لها والفريق معاهم كل الشكر لشركة الخليج للصناعات البترو كيمويية على هذا الدعم في تشجير هذا المركز متمنين للجميع كل التوفيق تشارك مراكز الرعاية الصحية الأولية في المبادرة الوطنية مبادرة دمتي خضراء لتوسيع الرقع الخضراء في مملكة البحرين وهي من ضمن المبادرة لتحقيق الحياة الصفري بحلول 2060 بحسب توجيهات سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نحن فخورين بهذه المشاركة وإن شاء الله راح نستمر في تشجير المزيد من المراكز الصحية لأن هذا الشي مو بس يحسن الوضع البيئي وإنما أيضا يحسن الصحة النفسية والجسمية للمترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية هذه المبادرة الجميلة التي هي استمرارية لتعاون الشركات القطاع الخاص مع الوزارات الحكومية التي تضيف الكثير وتساعدنا في تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير التي تمنى تملكة البحرين بمضاعفة أعداد التشجير من 1.8 مليون إلى 3.6 مليون شجرة بإذن الله بحلول عام 2060 الذي هو للوصول إلى الحياد الكربوني شكرا